طيب ماذا حققت المقاومة في السبتة شرآني؟ كيف هو الكيان الصهيون من الداخل؟ كيف تقرأون سالعين؟ عبدالله لا يمكن أن نقارن أخي عبدالله أولا ما بين جيش و فصائل و معادلة مختلة تماما طبعا زي؟ فصائل جاء تموت والجيش جاء يحمي على الوالد يعني حتى هم تعرف فكرة من كثر ما يفخرون بالجيش الإسرائيلي عندهم مقولة يقول لك كل دولة أنها جيش إلا إسرائيل جيشها له دولة جيشها له دولة نعم فلانت كيف؟ نعم يعني فخر أنه هذه القوة التي تحمي والتي يقول لقاتب يصلوا تقريبا ثلاثمين ألف حسب تقديراتهم نعم طيب تماما فإنت لما تجي هذا الجيش العرمرا العظيم اللي هم يصوروه نعم يهزر من فصائل كارثة طبعا شو المعادلة أنت وين؟ طبعا الأمر الثاني أنت لما تقارن خسائر غزة 2% من مساحة فلسطين التاريخية نعم بكيان 75% ولا 78% ويسمي نفسه دولة ومؤسسات ومطارات ومصالح وبنك مركزي ما في مجال المقارنة أصلا طبع طبع أنا أعطيك حاجة أقرب لك الفكرة طبع أخي عبد الله إذا في يعني فصيل أو شخص أو كذا تعمد مثلا نعم تفجير أي كان حجمه في فندق في أي دولة في العالم نعم إذا وصل هذا الخبر إلى وسائل الإعلام تتحطل السياحة في هذا البلد طبع ستة شهور من حتى ما الناس تعرف يجبع الفندق هذا ترى في سيحة حجرة ما له علاقة هذا ماس كهربائل لحد ما تصل للرواية الحقيقية ستة شهور وانت معطل من فندق نعم فما بالك بدولة ضريبت مطاراتها المراحة الجوية تعطلت نعم الشمال بالكامل نزح نعم فاهمتني نعم الآن تقريبا دعم العملة أكثر من خمسة وخمسين مليار دعم العملة بس عشان ما تنزل نعم الخسائر ما يمكن تتخيلها القتلى والدرحة صار معد عندهم حساب لأنه هما تخذوا التكتيك الأمريكي نعم أكثر الناس اللي بي قاتلوا الآن ولا يذكرون مرتزقة من واحد وثلاثين جنسية نعم مرتزقة مفلوس شركات أمنية طبعا فبالتالي هذا الفطيسة ما يهمناه